مرة أخرى تعود عصفة التصريحات بين أمريكا وتركيا حول الأرمن لتزيد توتر العلاقات بين البلدين الرئيس الأمريكي جو بايدن كرر ما فعله العام الماضي مستغلاً الغزوة الروسية لأوكرانيا ليمرر رسائله لأنقرة ووصف ما يجري بأوكرانيا بالإبادة الجماعية التي تذكر بما جرى عام 1915 وزارة الخارجية التركية من جانبها وصفت تصريح بايدن بأنه مثال على النفاق السياسي حيث استغربت من تأكيد بعض القادة الغربيين مؤخراً على أن إطلاق كلمة إبادة لا يمكن إلا بقرار محكمة بينما يستخدمون ذات الكلمتين لأحداث عام 1915 بدوافع سياسية دون قرار محكمة مختصة ويعتبر جو بايدن أول رئيس أمريكي يستخدم هذا التوصيف حيث أن سابقه استخدموا جميعاً تقريباً عبارة الكارثة مراعاة للعلاقات بين البلدين في وقت يعتبر مراقبون أن اعتراف بايدن يندرج في إطار التماهي السياسي لا أكثر مع دول أوروبية تستغل هذه الأحداث لكن المفرقة كما يرى مؤرخون أن ذات الدول التي تدين ما جرى هي نفسها مسؤولة عما وقع من إبادات جماعية ومذابح في العالم انطلاقاً من أمريكا وتدميرها العراق وحتى في تاريخها الأقدم عبر إبادة الهنود الحمر وفي اتجاه موازن فرنسا التي تتناسى مرتكبته من جرائم ضد الإنسانية في جزائر ورواندا على الطرف الآخر فإن تركيا تريد إغلاق هذا الملف عبر طرح خيار يمكن بحسب خبراء قانونيين أن يكون منفذاً لحل الأزمة بوصف ما جرى بالمأساة لكل الطرفين والاعتماد على منظور ما تسميه بالذاكرات العادلة والقيام بأبحاث في أرشيفات الدول الأخرى وإنشاء لجنة دولية تاريخية مشتركة لتوثيق ما جرى فهل يمكن أن يكون تطبيع العلاقات الأخير بين تركيا وأرمينيا والحفاظ على الموضوعية بداية لإنهاء هذا الخلاف التاريخي بين البلدين